بداية الخط العريض في حياة حضرتك مين اللي شاور لك في البداية عن محمد سلماوي الكاتب المختلف هو صعب الحقيقة لأن أنا حياتي ما فيهاش خط واحد عريض فيها خطوط كتير أنا صحفي وأديب ونقابي ومنسان له موقف سياسي أيضا فشاركت في الحياة العامة في تشكيلات ومواقع مختلفة فكل جهة من دول كانت تعتبر في حياتي خط عريض الأدب خطه والصحافة خطه والعمل النقابي لما رأست اتحاد الكتاب أو لما كنت في نقابة الصحفيين ده خط مهم في حياتي أيضا لما كنت في لجنة الدستور أو حاليا في الحوار الوطني أو غير ذلك برضو ده خط مهم صحيح في حياتي فيعني ولكن البداية يعني البداية دايما نقول إنه إحنا في البداية كلنا بنقول عايزين نطلع ظابط ومهندس ودكتور كيف اختلف الكاتب الكبير ومن الذي شكل وجدانك شوفي أنا ما قدرش أقول لك إن أنا من صغري وانا عايزة بقى كاتب طول عمري وانا صغير لا يعني الأهداف البعيدة دي بتتغير حسب المرحلة السنية يعني في مرحلة من مراحل طفولتي مثلا كنت غوي موسيقى وكنت بلعب بيانو وكان في ذهني إن أنا حبقى مايسترو وحقود أركسترا دي كانت البداية كان هو ده الأمل وبعدين دخلت فريق التمثيل في المدرسة وبعدين في الجامعة كنت في كلية الأداء بقسم إنجليزي كنا بنمثل مسرحيات لشيكسبير وكذا وتصورت إن أنا ممكن أكون ممثل آه إنما أقدر أقول لك إن كل دي كانت إرهاصات للأديب والصحفي لأنه المايسترو ده ده راجل بيؤدي أمام الجماهير زي الأديب ما بيكتب للجمهور وزي الصحفي ما بيكتب في الجورنال للقراء يعني ما خرجتش كتير عن ما بعدناش كتير ما بعدناش كتير لكن أخدت يعني زاوية مختلفة إنما فكرة علاقتي بالجماهير وعطائي إن حياتي تبقى أبارة عن عطاء للجمهور هو ده اللي بيعمله المايسترو وهو اللي بيقدمه الممثل وهو اللي بيقدمه الأديب أو الكاتب الصحفي طب إذن يعني متى عشقت الكلمة وقررت أن تمسك بقلمك وتكتب آه شوف كنت بكتب طبعا من وانا صغير لكن ما كنتش متأكد إن أنا حبقى كاتب يعني أو إن دي يعني أعرف مرة سألوا الشاعر الكبير تي أس أليوت من هو الشاعر فقال لهم الشاعر هو اللي يظل يكتب الشاعر بعد سن 18 سنة باعتبار إن كل شاب في سن المراهقة بيكتب قصيدة حب البنت الجيران بيكتب مشاعره بيعبر عن مشاعره بشكل شاعري أو غير ذلك إنما اللي بيستمر يكتب الشاعر بعد ما يخطي هذه المرحلة هو ده الشاعر الحقيقي فأنا من صغري كنت بكتب زي أي حد بيكتب وحصل وقعة بقى ممكن أقول هالك نتفضل كنت بعمل دراسات في المسرح في الجامعة الأمريكية وأثناء وجودي في الجامعة كنت في كلية الأداب وبيعمل دراسات حرة في الجامعة الأمريكية وكتبت مسرحية باللغة الإنجليزية وتقدمت على مسرح إيورت في الجامعة الأمريكية وكان بالصدفة فيه ناقد أمريكي كبير قوي اسمه رابرت بان وارن كنا بندرس نظرياته النقدية في الجامعة كان بيزور الجامعة بيعمل محاضرتين كده يعني للطلبة فقالوا له أن فيه طالب عامل مسرحية باللغة الإنجليزية لو تحب تشوفها فقال أيوة أشوفها وجيشها في المسرحية وبعدين بعد ما خلصت طلب أنه يشوفني وقال لي أنت حتبقى كاتب مسرحي كبير دي كانت نقطة تحول في حياتي ليه؟ لأنه طبعا الحاجات اللي أنا بكتبها بيقرأها أصدقائي بيقرأها أسرتي يقولوني آه حلوة أوي كويس فممكن تشوفها نوع من المجاملة ممكن أو حتى هي في عينهم كويسة من كتر ما بيحبوك أو أنت قريب منهم إنما إنه واحد ما يعرفنيش ويعتبر حجة في النقد وراجل أديب وناقد كبير جدا له مدرسة إنه يقول لي هذا الحكم فالإنسان في بداية حياته بيبقى محتاج برضو إنه يسمع رأي من حد رأي مجرد وموضوعي من حد يعتبر مرجع صحيح في مهنته يعني صحيح فدي يعني أقدر أعتبرها نقطة تحول هي اللي نبهتني إن الكتابات اللي أنا بكتبها دي ذات قيمة وممكن إنها يعني تساوي شيء لو استمرت فيها صحيح